اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعدادي مع حلقة جديدة من حلقات مادة علوم تحت اشراف ورعاية وزارة التربيات تعليم النهاردة ان شاء الله هنكمل حلقات المراجعات بتاعتنا كنا راجعنا الوحدة الاولى والوحدة التانية النهاردة ان شاء الله هنراجع الوحدة الاخيرة يا تارا ايه الاسئلة اللي موجودة في الوحدة الاخيرة وزاي نحلها ده لنعرف حلقاتنا النهاردة يلا نشوف ايها الاسئلة وزاي طريقة حل الاسئلة ده يلا بي تعال بقى نشوف النهاردة الوحدة الاخيرة فاكر عنوين الوحدة الاخيرة كان درس اسمه ايه اول درس كان اسمه الحفريات والدرس التاني كان اسمه الانقراض. ده الدرسين اللي هنرجعهم النهاردة ونشوف اسئلتهم ايه? يلا بينا وبعدين كلا نشوف اسئلة النهاردة هتكون ايه? ما المكسوب بالحفريات? الحفريات هي عبارة عن ايه? الحفريات هي عبارة عن اصار وبقايا. كائنات حية قديمة. مالها دي? المحفوظة في الصخور الصوبية. وزي ما قلت لك وشرعت الجزء قبل كده قلت لك هذا المفهوم يحمل بداخله مفهوم ايه? مفهوم هو الاسر. والاسر حاجة نشاط. عمله كأن حي قديم وانقرض ولسه الاسر ده موجود معنا. ده اسمه اسر. وساعتها قلنا زي اسر قدم الديناصور وانفاق الددام. فاكر تعريف البقايا. وقلنا البقايا هو جزء من جسم الكأن الحي. لم يتحلل. والسبب وجود صخور الصوبية. والسبب برضو دفن سريع. في وسط يحميم التحلل. وساعتها قلنا كان مثالين. سن القرش وجمجمة الديناصور. اسكر انواع الحفريات من حيث التكوين. فاكر انواع الحفريات كان كام نوع. تعالك انا نشوف. ايوا حفريات كائن كامل. الحفريات التانية قلب مصمت. الحفريات التالتة طابع. واخر واحدة حفريات متحجرة. وكل واحدة لها طريق التكوين بشكل معين. طيب. اسكر تعريف حفريات كائن كامل مع ذكر المسال. انا قلت لك. حفريات كائن الكامل دي. دي حفريات احتفظ بكل تفاصيل جسم الكائن العين. والسبب خلي بالك. دفن سريع. في وسط يحميم من التحلل. وساعتها بدأ نذكر مثالين. اشهر مثالين. الماموس والكارمان. والماموس جد الفين. والماموس كان محفوظ في الجليد. يبقى الجليد هو الوسط الذي يحمي من التحلل. الكلام ده كان من خمسة وعشرين الف سنة. حفريات الكارمان. ايه الكارمان ده? مادة سمغية بتخرج من اشجار السنوبرية. في الحصور القديمة. وطبعا كان متواجد فيها كم كبير جدا جدا من الحشرات. عشان كده احتفظت بكل هيئتها. يبقى هنا حفريات كائن كامل ماموس وكارمان. قارن بين الطابع والقالب. اشهر مقارنة في الحفريات. والاختلاف كلمة واحدة. تعال اشوف الكلمة هي. القالب. نسخة تبقى الاصل من التفاصيل الداخلية. 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 انا قلتها ثلاث مرات. عشان اتعرف دولة الفرق بينهم. لهيكل كائن. حي قديم. محفوظ في الصخور الصوبية. تعال اشوف بها زي مين? زي الامونايت. والنيمونايت. دي كلها امثلة لحفريات القالب المصبع. شو بقى الطابع? نسخة تبقى الاصل. ولكن من التفاصيل الخارجية. عرفت اللي انا قلت الداخلية ثلاث مرات في القالب. هتشلها وتحط الخارجية بانت قلت الطابع. والطابع عندنا نوعين. المسالين يعني طابع السمكة وطابع السرخصيات. مهم جدا. تعرف الفرق بين القالب والطابع والامثلة بتاعته. نشوف السؤال اللي بعده. اذكر تعريف الحفرية المتحجرة مع ذكر مثال. لازم عفريقة نعرف امثلة الحفريات دي. مهم جدا. كل حفرية الامثلة بتاعتها. لاني ساعات بيجينا في الامتحان. استغرق الكلمة غير مناسبة. ويحط لنا مسلا اربع حفريات. وفيهم واحدة مختلفة. هنا سمعنا السؤال ده استغرق كلمة غير مناسبة. مع ذكر السبب. لازم تبقى انت عارف. كل حفرية نوحة ايه? مهم مهم جدا. نشوف الحفرية بتاعتنا اللي بيكلم عنها دلوقتي. حفرية متحجرة. ايه تعرفها? ومع ذكر مسلا. هي حفرية حلت فيها المعادل. محل المادة العضوية. ده على طول? لا. جزء ام بجزء. طيب. فيه تغير في الشكل? رد عليها في التعريف. دون حدوث تغير في الشكل. تاني. الحفرية متحجرة. حفرية ملها. حلت فيها المعادل. محل مين? محل المادة العضوية. بجزء ام بجزء. دون حدوث تغير في الشكل. انا عدت التعريف مرتين. لاني طلبة كتير. بيقولوا التعريف ده صعب جدا. لا مش صعب ولا حاجة. تاني يقولوا معي كده. حفرية حلت فيها المعادة. حل المادة العضوية. جزء بجزء. ديقولوا انا احنا دوست غير في الشكل. زي مين? بد الديناصور وسن الديناصور والاخشاب المتحجرة. السؤال بعده. ما المقصوب بالاخشاب المتحجرة? واضح ان هي اقصة بالنباتات. عشان كده انا عايز اقولك. ان اي سؤال في علم كلمة اخشاب متحجرة لازم تعرف ان اجابته هكون تعريفه. تعالي شوف التعريف اللي يقدر يمشي معانا. اجابة سؤال علم. تعالي كده نشوف. حفرية تدل على تفاصيل حياتنا بقت قديم. حلت فيه مادة السيليكا محل مادة الخشف. مهم اهو التعريف ده يا جماعة. التعريف ده بيجاوب لنا حتى اسئلة تعلل عن الاخشاب المتحجرة. بتدل على تفاصيل حياة نبات قديمة. سؤالي بعده ما شروط تكون الحفرية. ما هو كائنات كتيرة بتموت. وما يكونش ليها عصر ولا ليها بقايا ولا اي حاجة من جسمها موجودة في الارض. وما ليش معنى? بعض الكائنات لقينا ليها بقايا في الارض. جمجمة وسنة والكلام ده كل. قالوا والله الحفيات لها شروط. والله اذا الشرط لا توجد. اعرف ان الكائن ده هيكون ليه اثر او ليه بقايا او ليه حفرية موجودة في الارض. تعال نشوف ايه الشروط. هيكل صلت. دي مهمة جدا. دفن سريع. ومش اي دفن في وسط يحميم التحل. وان المعادن تقدر تحل محل المادة العطبية. هي دي شروط تكون الحفريات. عشان كده مش كل الكائنات اللي ماتت زمان ليها بقايا او ليها اثر موجودة عندنا على سطح الارض. ما اهمية الحفريات? مهم جدا. وحنا اخدنا اهميات الحفريات وشرحنا كل فايدة لوحدها. تعال نشوف كده الاهمية? الاستدلال على البيئات القديمة. مهم جدا. معرفة العمر النسب للسخور الرسوبية. التنقيب عن البترول. دراسة تطور الحياة. كل دي من اهميات الحفريات. وكل واحدة من دول اخدناها خلال شرحنا. واتكلمنا عليها باستفادة كبيرة جدا. مثلا اخترنا تحديد العمر النسب السخور الرسوبية. وده من خلال نوع معين من الحفريات. فاكر اسمه. طبعا انا نعرف ايه هو النوع. لازم تعرف ان دايما الطبقات الصفلية من الارض بتحمل حفريات اقدم في العمر. وكل ما تطلع على سطح الارض اكيد الكائنات دي بيكون احدث. مين بقى اللي بيستخدم في تحديد العمر النسب السخور الرسوبية. فاكر حفري اسمها حفريا ايه? ايه? حفريا مرشدة. ما اهمية الحفريا مرشدة? تحديد العمر النسب للسخور الرسوبية. طب ايه تعرف? قالوا هي حفريا لكائن حي. عاش لمدى زمن قصير. ومدى جورافي واسع ثم انقرضت. ولم تظهر بعد ذلك. هي دي حفريا مرشدة. ولو جالك سؤال ليست كل حفريا مرشدة ليه? هتعكس التعريف. نلاحظ ان الطبقات الصفلية بها حفريات اقدم من العليا. ويتم تعديد عمر من خلال حفريا مرشدة. وراح ذكر تعرفها. حفريا الكائنات عاشت مدى زمن قصير. ومدى جورافي واسع ثم انقرضت. ولم تتواجد في اي حجبة تالية. هو ده تعريف الحفريا المرشدة من اخطر التعريفات اللي عندنا في هذه الوحدة. ماذا تدل المرجان والنيمولايت والسرخصيات? حفريات دي بتدل على ايه? فاكر ايوة المرجان بحار دافئة صوفيا ضحلة. النيمولايت اللي لقوها في جبل المؤطم. اللي بتقول ان جبل المؤطم كان جزءا من قعباح منذ 35 مليون سنة. والسرخصيات دي نباتات بتدل على ان هذا المكان كان مناخ استوائي. ومناخ استوائي حر ممتق. يبقى دي الحفريات. وبرضو من الاسئلة المهمة جدا اللي بتجينا في الامتحان. المرجان بيدل على ايه? النيمولايت بيدل على ايه? والحفريات السرخصيات بتدل على ايه? مستمريين مع الاسئلة. اذكر تطور الحياة. حلونا الحفريات بساعدنا على تطور الحياة. فاكر بقى مين? الحياة بدأت من ايه الاول? بدأت من البحر ثم اليابس. بدأت من الكائن البسيط ثم الكائن الراقي. طيب. فاكر ترتيب النباتات. ايه ترتيب? تحالي. حزياته صراخص. بعد كده عاريات البذور. بعد كده كاسيات البذور. طيب. علم الحيوان. ايه التطور بتاعه? اللافقريات. اسماك. برمئيات. زواحة. طيور وساديات معا. طيور وساديات معا. اول الفقريات طبعا هو السمك. ما دور حفريات في التنقيب عن البترول. حلونا عندنا في نوعين من الحفريات الضقيقة. حفريات الفورة من افرق والريديولاري. ودي حفريات بتدل على هناك بيئة مناسبة لتكوين البترول. يبقى هتقضى اذكر اسم الحفريتين وان هما دور كبير جدا في وجود البترول. ما المقصود بالحفريات? اول حاجة في درس الحفريات. اصار وبقايا كائنات حية قديمة ملها محفوظة في الصخور الرسومية. اذكر امثل على الاصر. ايوة. اصر قدم الديناسور واصر انفاق الديناس. حلقة واصلة بين الزواحة في الطيور. مين الكائن اللي حلقة واصلة بين الزواحة في الطيور? برافو عليك. الاركيو بتريكس. اذكر انواع الحفريات من حيث التكوين. كامل وحفريت قالب مصمط وطابع وحفرية متحجاة. نسخة تبك الاصل من تفاصيل الداخلية لهيكل كائن حي قديم داخلية. برافو عليك القالب المصمط وعطة لغبط. ليه? علل. جاب المؤطم كان جزء من كعباح. الاجابة عشان فيه حفريت النيمولايت. ما المقصود بالانكراد? فاكر انكراد ايه تعريفه? الانكراد معنى ايه? التناقص المستمر في اعداد الكائنات دون تعويض حتى موت كل افراد هذا النوع. ده الانكراد. ازباب الانكراد. لما اجل لك ازباب الانكراد لازم سيادتك تسأني. انهي فيهم. القديمة. اللي هي النيازج والغازات السامة من البراكين. ولا حركات ارضية عنيفة. ولا تعرض الارض لعصر الجليد. ودي كلها ازباب خاصة بالطبيعة. ولا ازباب الانكراد حديثا. اللي هي تدمير الموطن والصيد الجائر والتلوث البيئي والتغيرات المناخية الحد. مهم جدا تعرف ان فيه ازباب قديما وازباب حديثة. ومدام فيه ازباب قديمة وحديثة يبقى اكيد فيه كائنات انكردت قديما وكائنات انكردت حديثة. ازكر الكائنات المنقردة. قديما وحديثة. من قديما الماموس. ودينا صورة. طب من حديثا الكواجة. الكواجة يجمع من السفات الحمار ووحشي والحصار. وطائر دودو من التيور انكردت لانتيجة سهولة صيدها. لان اجناحاتها صغيرة جدا لا تطير. فيسهل صيدها. ازكر الكائنات المهددة. من الكائنات المهددة? دب بنده مهدد. النصر الاصلع. ومش اصلع ولا حاجة. ده عنده ليش ابد من بعيد. يبدو كان هو اصلع. ده مهدد. طائر ابو منجل في البيئة المصرية. وكابشة اروا برضو في البيئة المصرية. والخرطيت برضو من كائنات المهددة. ونبات البردي اللي استخدموا الفرعينة في صناعة اوراق الكتابة. ايه السلسلة غزائية? مصار بتسلقه الطاقة. من اللي منين? من كائن حي لكائن حي اخر. ستقولنا كل كائن بيتغزى على كائن بياخد الطاقة بتاعها. خدنا مثال. النبات هيتغزى على الجراض. واللي هيتغزى على الجراض الدفضاع. واللي هيتغزى على الدفضاع الصعوبان والبوم. ودايما اي سلسلة بتبدأ بكائن منتج وتنتهي بكائن مستهد. لكن في بعض الكائنات بتاكل اكتر من نوع من الغزاء. فعملت حاجة اسمها الشبكة الغزائية. اللي احنا قلنا هي عبارة عن مجموعة من السلاسل الغزائية المتشركة. هنتحرك دلوقتي عالبوردو ونكمل بقية اسئلتنا ونشوف ايه الاسئلة التانية اللي ممكن تنقشوها مع بعضينا. يلا بينا عالبوردو ونشوف ايه مجموعة الاسئلات الجديدة. يلا بينا نكمل بقية اسئلتنا في الوحدة الاخيرة. تعالي نشوف السؤال اللي جاي هيكون ايه. قارن بين الانظمة البيئية. قبل ما اقول لك مين هما النظامين. فاكر العلماء قسموا النظام البيئي بناءا على ايه? قسموا النظام البيئي بناء على عدد الكائنات اللي موجودة بكل نظام. خلبي احيانهم جدا. كل نظام تسمى على اس عدد الكائنات الموجودة فيه. بمعنى والله ازا كان هذا النظام البيئي عدد الانواع في قليل هيسموا هذا النظام نظام بسيط. اما ازا كان عدد الانواع في هذا النظام البيئي كثيرة جدا سموا هذا النظام البيئي مركب. مركب يعني معقد ان في كمية كبيرة جدا من الحيوانات او كمية كبيرة جدا من الانواع. عشان كده هم قسموا النظام البيئي حسب عدد الانواع اللي موجودة فيه. تعال كده نشوف اسميهم ايه وايه المعلمات بتاعتهم. النظام البيئي البسيط. نظام بيئي قليل الانواع. مهم جدا كلمة قليل انواع دي. يتأثر بغياب اي نوع. ليه? لعدم موجود بديل. هذا النظام ازا غيب من نوع النظام البيئي يتأثر لان كلها انواع قليلة. لكن تعال بقى نشوف النظام البيئي المركب. عكسه حتى تماما في التعريف. هو نظام بيئي ماله كسير الانواع لا يتأثر بغياب اي نوع لوجود اكثر من بديل. انا زي ما قلت لك كده. الفرق هو قليل الانواع وكسير الانواع. والقليل دي هي السبب ان هذا النظام يتأثر. وكسير الانواع هو السبب انه لا يتأثر. عشان كده بيجي لك سؤال دايما نعلل. النظام البيئي السحراء. نظام بيئي السحراء ماله. هذا النظام يتأثر بغياب اي نوع. عسوه نظام بسيط يا مصر. عسوه نظام قليل الانواع. مفيش بديل للانواع اللي بتنقرج او الانواع اللي بتختفي فيه. لكن المركب عندك اكثر من بديل. زي مين نظام بيئي البسيط? السحراء. اما نظام بيئي مركب طبعا الغابات الاستوائية من النظام البيئي المركب. ملاقص المحميات. فاكر تعريف المحميات. وهي احد الطرق للحفاظ على الكائنات المهددة بالانكراد. المحميات ده مكان امن. بضع فيه الكائنات ملها المهددة بالانكراد. كائنات خلاص على وشك انها تنتهي من مصرح الحياة. لازم نجمعها. ونوفر الله مكان. ونوفر الله كل اساليب المعيشة. عشان الكان ده ما يغادرش الارض. وهذا الكان ينقرض. عندنا امثلة كتيرة. محميه اسمها باندر. ومن اسمها محميه باندر. يبقى دي بتحميه الدب باندر. ودي موجودة شمال غرب السين. في محميه تانية اسمها يولوستون. ومحميه يولوستون دي في امريكا. ودي بتحمي الدب الرماضي. مهم جدا اعرف كل محميه بتحميه. ومحميتنا في مصر. محمية رأسه محمد. اول محمية في مصر. ودي بتحمي الشعب المرجانية. والاسماك الملونة النادرة. ودي محمية مهمة جدا. وبيجي لها جميع الضيوف من جميع انحاء العالم. وبعد كده محمية ودي الريان. ودي فيها هيكل حتان. عمرها اربعين مليون سنة. هي دي امثلة المحميات. والمحمية هي اماكن امنة. هالهدف منها حماية الكائنات الموددة بالانقراض. اعرفنا هم المحميات وكل واحدة بتحميه. ما المقصود بالانقراض? فاك الانقراض تعرفه ايه? التناقص المستمر في اعداد الكائنات دون تعويض حتى موت كل افراد هذا النوع. سؤال تاني? علل. ليه بيتأثر النظام البيئة البسيط? يتأثر. بغياب اي نوع. اقولك والله لو كتبت التعريف هي الاجابة. لعدم موجود بديل. محمية نقط تحمي الدب الرمادي. المحمية دي في امريكا. ايوة محمية يولوستن. نبات نقط من النباتات المهددة. ما خدناش غيره. فيش نبات غيره. نبات البرد. ليه طائر دودو كان يا فريسة سهلة. دودو من الطيور اللي انقراضت حديثا. وكان احد اسباب انقراضه ايه? هو ده اجابة السؤال. صغر اجنحته. فلا يطير فيصل صيد. صيد الجائر يا جماعة. تكن قلنا. احد اسباب الانقراضة حديثا. صيد الجائر. خلاص. فده هزا الكائن كان سهل الصيد. فعشان كده انقراض. الساديات انقراضت قديما. وهنا خلي بالك. الراجل قال كلمة ساديات. عشان كلنا بنستعجل. او ملايه. الساديات انقراضت قديما. او بتشوف كلمة قديما. تجرى على طول تكتب كلمة ديناسور. لا حضرتك. انا بقول الساديات. الديناسور زواحة في عملاق. الساديات بقى تكون مين? المامس. تستعجلش. اسألي بعد. اذكر اسباب الانقراض قديما. ودي مهمة جدا. عشان برضو سؤال استخرج الكلمة غير مناسبة. قديما يبقى خاص بالبيئة. يبقى النيازك. لازا تسمى المباراتين. عصر الجليد. وحركات ارضية عنيفة. دي اسباب الانقراض قديما. قلها تخص البيئة. والطبيعة. معادلات تكوين الاوزون. فاكر معادلات تكوين الاوزون. ايوة. نتبع مع بعض. او تو. فاكر على السابق نكتب ايه? او في. الاشياء الفوق بنفس جيد. هيدينا او. زائد او. بعد كده هتاخد او منهم. زائد او تو. يدينا او سر. دي معادلات تكوين الاوزون. وخلي بالك ما هو تعريف لغاز الاوزون. هو غاز ينتب من اتحاد زرق. اوز على الاكسوجين. مع جزء اكسوجين من نفس العنصر. لما يجيناك سؤال في الامتحان مصطلع علمي. غاز ينتب من اتحاد زرق مع جزء من نفس العنصر على طول. يبقى قصده على غاز الاوزون. احسب درجة الحرارة عند السفح. ليش? يبقى هستخدم قانون الجمع. هنكتب كده. درجة. حرارة. السفح. بتساوي. حرارة. القمة. وخليك السفح يبقى عايز حرارة تحت. يبقى زائد. الارتفاع. في ستة ونصر. طيب نشوف كده حرارة القمة كام عندنا? كانت عشرين. يبقى عشرين. زائد. الارتفاع الجبل اتنين كيلو متر. يبقى اتنين في ستة ونصر. بعد ازنا حضاك تأكد ان الارتفاع بالكيلو متر. عشان لو لقيت الارتفاع بالمتر تقسم على قلب. ايها بتساوي عشرين زائد. اتنين في ستة ونصر. تطلع تلاتة وتلاتين درجة مقود. يبقى هنا نخلي بالنا استخدمنا القانون. وده اللي احنا بنسميه. خلي بالك الارتفاع بالكيلو متر. لقيته بالمتر. اقسمه على الالف قبل ما اتعود دي في القانون. يعني مسلا لو جيه هنا الارتفاع قال لي الفين متر. انا قبل ما اعود اقول الفين على الالف. وبعد كده الانتك اللي يطلع اشتغل بيه في القانون بتاعته. بكده يبقى احنا قدرنا نراجع الوحدة بتاعتنا الاخيرة. الوحدة الاخيرة فيها ايه? نراجعها كده بسرعة. لازم تقعارف تعريف الحفريات. لازم اعرف انواع الحفريات ايه هي? لازم اعرف امثلة كل نوع. يعني ما اقول لك حفريات كهن كامل. تقول لي ماموس كهرمان. على طول. لما اقول لك حفريات قالب. تقول لي امولايت نيمولايت تريلو بايت. لما اقول لك حفريات متحجرة. تقول لي والله بدي الديناسور والسن الديناسور والاخشاب متحجرة. لما اقول لك حفريات طابعة. تقول لي طابعة السمكة وطابعة استرخصيات مهم جدا. تعرف امثلة كل نوع. كمان لازم في درس الحفريات تكون عارف ايه كمان عارف اهمية الحفريات لازم لازم تعارف تعريف الحفرية مرشدة ودورها تعريف افاكره حفرية لكائن حي عاش مدى زمن قصير ومدى جراف واسع ثم انقرد ولم يظهر في حجمة اليه طب فيديتها ايه الحفرية مرشدة تحديد العمر النسب للسهور صبيت مهم جدا انت عارف الموضوع ده مهم جدا تعرف كل حفرية بتدل على بيئة شكلها ايه يعني مرجان اه يا مصر البحار دافية وصفية وضحلة لما اقول لك انيمولايت تقول والله يا مصر ده كان موجود في جبل المؤطم لما اقول لك حفرية السرخصيات بتدل على بيئة ايه يبقى السيادتك تبقى واسك من نفسك كنت بتقول بيئة السوائية حرة ممترة مهم جدا اعرف استدلال الحفريات لمهم جدا اعرف الحفريتين الدقيقتين اللي بتدل على مكان بترول فورا منفرا ريديولاريا مهم جدا اكون اعرف اساميهم وضرهم في البترول مهم جدا اعرف ان اول الفقريات اسماك مهم جدا ان اعرف اول النباتات التحالب مهم جدا ان اعرف بداية الحياة بدأت من البحر صومة اليابر وده استجل الحفري اللي قاله ودي كان احد اهميات الحفريات كمان مهم جدا في الحفريات اعرف شروطها الحفريات لها شروط هيكل صلبه ويلازم دفني سريع وسط يحميهم التحلل وكمان احلال المعدة محل المادة العضوية كمان لازم اعرف الانكراد تعريف الانكراد ايه ومين هي الكائنات المقاردة قديما والكائنات المقاردة حديثة ولازم اعرف ازاي قدرنا نحمي الكائنات المهددة بالانكراد قولي ده لازم نعرفه خلال الوحدة ان شاء الله باذن الله شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة